يصادف اليوم الثامن عشر من شهر مارس يوم الشراكة المجتمعية الذي أطلقه من مادرة من معالي وزير الداخلية وتمثل هذه الشراكة حجر الزاوية في تحقيق الأمن الشامل وتأتي همية الشراكة المجتمعية من منطلق مكافحة الجريمة ولقاية منها وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة لأن المواطنة أساس المجتمع ولأن تعاونه مع رجال الأمن أساس الشراكة المجتمعية لإرساء الأمن الشامل فقد جاءت مبادرة الفريق الركن معالي الشيخ راشد من عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتخصيص الثامن عشر من مارس من كل عام لإحياء مفهوم الشراكة المجتمعية تجسيداً لهذا المطلب الوطني وتأكيداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز الثقة بين المواطني ورجل الأمن أصبحت الآن وزارة الداخلية مثال يحتذى بها على مستوى الخليج والمنطقة هناك تعامل محترف في كثير من الأمور من ناحية إدارة المرور من ناحية الدفاع المدني من ناحية شرطة المجتمع كل هذه الأجهزة التي تم استحداثها ولدت بصراحة ولدت تفاعل إيجابي كبير بين المواطن وهكذا فأن مشاركة جمهور المواطنين والمقيمين في فعاليات الشراكة المجتمعية تعد حجر الزاوية وأساس هذه المنظومة الأمر الذي ساهم في تجسيد تجارب علمية متميزة ذات بعد مجتمعي شامل وقد عملت مدرية شرطة محافظة المحرق على تحقيق الهدف الأساس من وجود شرطة خدمة المجتمع وهو الشراكة والشراكة من المعروف أنه ممكن تحقيقها إذا قدرنا نحرز الثقة وحراز الثقة ممكن أن يتحقق من خلال تقديم خدمات ذات مواصفات خاصة وذات جودة عالية ولم تكن تجارب الشراكة المجتمعية لتحقق أهدافها من دون شراكة من نوع آخر شراكة مع وسائل الإعلام المحلية خصوصا أن الهدف الأسمى هو حفظ أمن الوطن دور الإعلام مع شراكة المجتمعية هو دور متكامل دور الإعلام هو خلق وعي للجمهور وكشف الأساليب المتطورة في الجريمة وهذا يخلق وعي للجمهور ويكون الجمهور واعي بما يحدث حواليه وعندما يكون هذا الوعي للجمهور متواجد عنده من خلال وسائل الإعلام يكون هو أيضا الخط الدفاع ويكون له دور فاعل من هنا كان لابد من تحقيق التكامل في الأداء وتحديد أهداف العمل باتجاه الشراكة والنهوض بالمسؤوليات المتبادلة وهو أمر شكل محورا رئيسيا في عمل المحافظات دور رجال الأمن بصراحة بصفة خاصة بالسوق هنا لهم دور جدا حلو حيوي نحن صراحة مرتاحين منهم من خدمة المجتمع شرطة خدمة المجتمع أو المرور تنظيم السيارات بصفة دائما نشوف جماعة شرطة المجتمع رايحين وييينوا ويحفظون عن الأمن وساعدون كبار السن نحن كمواطنين نعلن دور شراكة معهم إذن هي شراكة بين الجميع وشراكة من أجل الجميع فكل مكونات المجتمع وتلاوينه مطالبة بأداء مسؤولياتها الأمن الذي نحن عايشينه والشكر يرجع لهم طبعا في تحريك سير المرور في مشاكل المجتمع يعني الواحد الذين رفعوا التلفون واتصل لهم في أقل من خمس دقائق يكونون متواجدين ويقومون بالواجب وأكثر طبعا التعامل باحترام ويقدرون الواحد له شنو كانت مشكلته ويقومون بالدور المطلوب منهم ويحاولون يتعاملون مع المشكلة بأسرع وبأهدأ طريقة فالشراكة المجتمعية لازم تبني بين الطرفين الطرف الأول اللي هو من الوزارة الداخلية والطرف الثاني اللي هو من المجتمع نفسه كأفراد يعملون في أماكن سواء كانوا صحفيين سواء كانوا رياضيين سواء كانوا موظفين في شركات أو موظفين حتى في الحكومة الشراكة المجتمعية يجب أن تجسد في أمور أن نزيد التعاون ما بين المواطنين وما بين رجال الأمن أيضا وسيبقى الثامين عشر من مارس من كل عام مناسبة لتطوير مجالات الشراكة المجتمعية والبناء عليها بما يخدم مصلحة الوطن ويحمي مكتسباته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر